التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي أطلق المرحلة التانية من القافلة السادسة للأشقاء في خطاع غزة هذه القافلة بتضم 126 قاطرة محملة بأكتر من 2400 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا المياه المعدنية والمراتب والخيام وكافة الاحتياجات خلنا نعرف تفاصيل أكتر من زملنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا محمود وإيه أخبار لهذه الدفع من القافلة صباح الخير عليك يا شازلي وصباح الخير عليك يا جمانة بصبح على كل مشاهدي ومتابع برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان يعني بنتابع معاكم المرحلة التانية من القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من يومين تحديدا تم إطلاق المرحلة الأولى وكانت بتشمل أكتر من 250 شاحنة بحوالي أكتر من 4000 طن من المساعدات الانسرائية المختلفة القاطرة أو القافلة النهاردة في مرحلتها التانية بتنطلق ب126 شاحنة وفيها أكتر من 2400 طن من المساعدات المختلفة ولكن خليني أنقلك دلوقتي مباشرة الشاحنات وهي بتتحرك من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي بتنطلق هذه الشاحنات مباشرة متجهة إلى مدينة العريش ثم التوجه لمعبر رفح البري علشان طبعا يتم دخول كل الشاحنات دي لأهلينا داخل قطاع غزة من حيث سواء كانت مساعدات جزائية إحنا بنتكلم أن المرحلة التانية من القافلة السادسة فيها حوالي 2000 طن من المواد الجزائية المختلفة بالإضافة إلى حوالي 64 طن من المستلزمات الطبية والمواد الطبية المختلفة عدد كبير من المساعدات دي تم تجهزها من كل المؤسسات والكيانات الخاصة والمشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي علشان كل المساعدات دي طبعا تروح لإخواننا في قطاع غزة كل القوافل الموجودة والشاحنات الموجودة بنتكلم كمان عن وجود عدد من الأطنان من الملابس وأيضا الخيام والمياه المعدنية كل الشاحنات دي هتتوجه مباشرة لمعبر رفح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ بدء الأزمة ويعني لم يتدخر جهدا في تجهيز أكبر عدد من القوافل إحنا بنتكلم أن دي القافلة السادسة وفيه قوافل تانية بيتم تجهزها من كل المؤسسات والكيانات التابعة للتحالف ليتم إرسالها مباشرة كل القوافل دي طبعا بتأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجهيز أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم والمساندة للأشقاء داخل قطاع غزة طبعا الأوضاع هناك في قطاع غزة فيه نقص حد وكبير جدا فيه مسألة الأغزية والنقص الجزائي الحاد فبالتالي بيتم تجهيز عدد كبير من المواد الجزائية أكتر الأشياء اللي موجودة فيه المساعدات الإنسانية دي هي المواد الجزائية بعدد أطنان كبير جدا سواء اللي تحرك فيه المرحلة الأولى من يومين تحديدا أو اللي بيتحرك فيه المرحلة التانية دلوقتي من عدد كبير من المواد الجزائية اللي بالتأكيد أهالي قطاع غزة في حاجة لها في هذه الأيام تحديدا ثم كمان المستلزمات الطبية لأن خروج عدد كبير من المؤسسات الصحية عن الخدمة في قطاع غزة وتدمير عدد من المستشفيات وعدم وجود المستلزمات والأجهزة الطبية فبالتالي مصر طبعا بتقوم بموجود كبير جدا في إرسال عدد كبير من المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية في المرحلة الأولى للقافلة كان موجود فيها كراسي متحركة وكمان موجودة في القافلة التانية أو المرحلة التانية اللي بتنطلق دلوقتي وكنا كمان بنتكلم مع المسؤولين النهاردة بنك الطعام كمان بيقوم بتجهيز عدد كبير جدا من الوجبات اللي بيتم إدخالها لقطاع غزة مباشرة وكمان تجهيز عدد من الوجبات اللي موجودة في مدينة العريش في المستشفيات وفي أماكن كمان الإقامة للمرافقين للمصابين الفلسطينيين فبالتالي جهود مستمرة ودي رسالة بيؤكد عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التضامن الحكومي والشعبي مع أهالينا في قطاع غزة سواء بإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية أو حتى بيئة الحلول السياسية المستمرة للوصول لوقف إطلاق النار ومازالت طبعا وإحنا بنتكلم دلوقتي كل الشاحنات بتستمر في الانطلاق من أمام طريق بوابة مصر إسماعيلية الصحراوي وستنطلق لقطاع غزة لدخول المساعدات دي داخل القطاع خلينا أقولك كمان أن مسؤولين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي التقينا به من نهاردة بيؤكدوا على أن التحالف هيستمر في دعم الأشقاء داخل قطاع غزة بمزيد من المساعدات الإنسانية اللي هيتم تجهزها سواء اللي هتنطلق من هنا أو حتى فيه هناك عدد من الشاحنات اللي موجودة في معبر رفح البري لدخولها لقطاع غزة وكمان الدعم الشعبي اللي موجود داخل مدينة العريش للمصابين والمرافقين الفلسطينيين فإحنا بنتكلم على مجهود كبير بيتم من الدولة المصرية طبعا فيه إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية وتنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية دخولا لمعبر رفح ثم لأهل الأشقاء في قطاع غزة يعني هذه هي الصورة والتفاصيل الخاصة ولزالت كما تحدثنا بدخول مزيد من الشاحنات 126 شاحنة اليوم في المرحلة التانية من القافلة السادسة أكتر من 2400 طن من المساعدات المختلفة فيهم بس حوالي 2000 طن من المواد الغزائية مع كل المساعدات طبعا اللي دخلت في معبر رفح بنتكلم عن أن 80% من المساعدات اللي دخلت الأشقاء داخل قطاع غزة من خلال بوابة معبر رفح المصري هي مساعدات مصرية 80% من هذه المساعدات هي مساعدات مصرية بالإضافة إلى حجم الشاحنات أكتر من 20 ألف شاحنة دخلوا بالفعل من بوابة معبر رفح وكل الشاحنات اللي بتتوجه من القاهرة ومن المحافظات المختلفة تحت مظلة التحالف والوطن العمل الأهلي التنموي بتنضم طبعا لأسطول الشاحنات اللي موجود سواء في مدينة العريش أو معبر رفح ليه الدخول ليه دعم الأشقاء داخل قطاع غزة دي الصورة وديه التفاصيل من خلال القافلة اللي انطلقت دلوقتي متوجهة لمعبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومجهود كبير من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دي الصورة وبرجع لكم في الستوديو مرة تانية شازلي وجمال زميل عزيز محمود جميل بنشكرك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وأيضا على نقلك السورة لينا وهو مشهد مش غريب على مصر الحقيقة طبعا كمان الشكر موصول لكل القائمين على تجهيز هذه القافلة والقافة الاستبقة أيضا المساعدات القادمة زي ما حدثتنا يا محمود شكرا جزيلا لك